تمام. نقدر نكمل تاني تحت لو ضغطت كليك يمين ولتلوق انهايت قول. فانا كده رجعت الصور الخارجي. الصور الخارجي محتاج يكون فيه جروفات زي دي كده. ودي اجزاء هي اجزاء بتكون في اللياسة او في الاسمنت في الحائط نفسه بتكون غطسة شوية. تمام? احنا محتاجين دلوقتي نعمل حاجة شكلها كويس في الصور ده. مش محتاجين انه يكون بس سادة بالشكل ده كده. هنزل الصورة دلوقتي وابدأ اشتغل على الصور. وفيه هنا عندي معلومة اتقاليتلي في الفويس انه فيه هنا باب. تمام? يعني فيه الباب الرئيسي اللي بيدخلني على باب الفيلا على طول. وفيه هنا باب في الجنب هنا. فمحتاج ان انا افتح الباب ده. معروف ما اساته. العرض بتاعه كام? فالعرض بتاعه متر عشرين. احنا لو رجعنا للمخطط بالشكل ده كده هتلاقي انه مفيش باب. فانت محتاج تعمل باب يكون موازي بالزبط للجزء. الممر اللي جوه ده. يكون هنا وبعد متر عشرين. فبالتالي هطلع طب. محتاج اعمل بوكس. اخد بالمقاس. فاقول له محتاج بوكس هنا كده بالشكل ده كده. البوكس ده محتاجه يكون متر عشرين. وابتدي اخده موف بالشكل ده كده. يكون على بداية المبنى بتاعي. يكون سايب هنا زي كدف كده. هرجعه تاني داخل الحائط عشان بس احط الفيرتكس بتاعتي. بالشكل ده كده. هنا تقدر تفتح الفتحة دي بكزا طريقة. ابسطهم جدا ان امسك الحائط نفسه. وهروح على الموديفاي. هتلاقي فيه اكس ترود. لو رحت على الفيرتكس. وخفيت دلوقتي كل الموديفاي اللي فوق اقدر اعمل كليكي مين وقلو ريفاين. وبالليسناب اقدر اعمل فيرتكس هنا وهنا وهنا وهنا. امسك السيجمنت وامسح الخطين دول. بعد كده اقول له كونكت كليكي مين كونكت وابدأ اكونكت الفيرتكس دي بدي. وكذلك الناحية التانية. حاليا مش محتاج خالص البوكس ده. نبدأ نتعامل مع الحائط محتاجين فيه جروفات. هنعمل جروف فوق في بداية الحائط. وجروف تاني على عبادة خمسين سنتي تحت هنا. فبالتالي هاخده ايزوليت. محتاج الاكس ترود ده يكون فيه اتنين سيجمنت. سيجمنت فوق هنا. وسيجمنت تحت. ازا هروح على الاكس ترود وهاخد في الاماو انت عندي التلاتة متر. اوكي بس هرفع اتنين سيجمنت بالشكل ده كده. يبقى واحد اتنين. انا كان في البداية عندي مكتوب واحد. ضفت على الواحد اتنين. فبقى عندي خطين بالشكل ده كده. لو دغطت ايدت بولي. هعمل سيجمنت على اول بيرتكس دول اول مجموعة دول. هرفعهم اتنين متر. خمسة وتسعين بالشكل ده. والتانيين هاخدهم كمجموعة كده. وهرفعهم من هنا على ارتفاع اتنين متر خمسين. ازا المسافة اللي في النص دي هي عبارة عن خمسين سنتين. ناخد طريقة تانية لان احنا نضيف خط تاني. مفيش مشكلة. اقدر اخد من هنا كده. كل السيجمنت دول. خط بالك. انا قلت له هنا ان انا عايز امسك الاتجات. وامسك كل الاتجات دي. كده. وهقول له كليكي مين? وهقول له كونكت. كونكت قال لي انت محتاج خط واحد. اقول له اوكي. الخط ده. محتاج ان انا اعمل عليه بالفيرتكس. بحيس ان انا اقدر ارفعه لفوق. بالشكل اللي انا محتاجه. فهعمل زوم ان. اقول له محتاج ده. محتاج دول. محتاج اعمل بالشكل ده كده. عملت قلت كنترول اكس. بعد كده هقول له محتاج امسك كل الفيرتكس دول. عملت قلت كنترول اكس بس عشان اكبر الشاشة عشان اقدر اعمل هرجع تاني بقلت كنترول اكس. وهقول له محتاج دول على اتنين متر تسعين. بحيس ان دي خمسة سنتي. لو انت عايزها تكون اربعة سنتي هي بتتعمل اربعة سنتي او خمسة سنتي اتنين متر واحد وتسعين بالشكل ده كده. فيبقى انا عملت هنا جزء كده اتنين سنتي. كزلك برضو قدر اعمل في الجزء اللي تحت هنا. اخد كل دول. اقول له اوكي. محتاج ارفع ده. لفوق. فبالتالي هروح للفيرتكس. في الفيرتكس. همسك كل الفيرتكس دول. واقول له محتاجهم على اتنين متر. ستة واربعين. بالشكل ده اقول له انتر. فبالتالي رفعه لاتنين متر ستة واربعين. فبقى عندي هنا اربعة سنتي. طيب. محتاج امسك كل الجنب ده. لو مسكت البوليجون. بعد كده البوليجون التاني اللي جنبه هضغط كنتر واضغط دابل كليك عليه. فبالتالي هو جيه على ده لانه ده اسمه الجزء لما بنجي نمسك من هنا من ده كده اسمه قطعة. تمام? كده كل القطع دي كده قطعة. لما امسك دلوقتي وابدأ اقول له. انا محتاج اخد الجزء الاولاني ده. الجزء اللي جنبك ده اضغط عليه. وانا اضغط كنتر واضغط عليه دابل كليك. بيعمل لي داير ما يدور على الجزء ده. طيب نكمل. محتاج امسك الباقي كله. مسكت الجزء ده. وبعد كده من الجنب من هنا هضغط كنتر واضغط كده هو مسك الموضوع كله. برضو من هنا همسك الجزء ده. وبعد كده كنترول. انا ما بسيبش ايدي بنعى الكنترول طول ما انا بعمل سيلكت. هيمسك كله كزلك هنا. الجزء ده مع ده. كده انا مسكت كل الاجزاء دي. خلينا نعمل كمان الجزء اللي فوق. همسك الجزء ده. وبعدين جنبه. بيمسك كل الجزء. كزلك هنا. كزلك هنا. دابل كليك. واخر قطعة. كده يبقى انا عملت سيلكت على كل القطعة اللي انا محتاجها تكون غطسة الجوه. تمام? كليك يمين وابدأ اقول له اكستروت. اكستروت ممكن اعمل اكستروت لبره بالشكل ده. ممكن اعمل اكستروت بالسالب لجوه. طب يبقى غاطس بالشكل ده كده. طيب. انا دلوقتي فيه مشكلة بتظهر لما بعمل اكستروت ممكن اقول له بيه برسبيكتف وزل. لما بدخل دلوقتي الجوه في مشكلة بتظهر. انا محتاجه يدخل من كل الجوانب. فبالتالي هغير من هنا جروب نورمال من هنا. ضغطة واحدة بس. وابدأ كده ادخل لجوه او اطلع لبرة. ايوة هو ده الشكل المنتظم اللي انا محتاجه. بالتالي انا محتاج بس اعمل سالب. اقول له سالب. اربعة سنتي. واقول له او كي. هو ده اللي كان مطلوب بالزبط. جروبات اجزاء حفر في الحائط نفسه. مش اضافية على الحائط. لو جيت قلت له او ريجات من طلعت طب ونزلت ده الشكل. نبدأ نكمل محتاجين كمان جروبات في الجور السفل من هنا من الحائط جروبات كده طولية. مش محتاج بس غير في الاجزاء هنا الامامية. وممكن الاجزاء الجانبية هنا كمان. عشان لو هحتاج ان انا اخد لقطة جانبية من هنا. فبالتالي هاخد بس الحائط واقول له ايزوليت. اتمنى تكون واخد بالك انه ده الحائط بتاعي الخارجي. ده فتحة الباب. القطعة دي كلها الغمقة. ده برضو الحائط الخارجي ده جزء اللي هو الباب. ده كده كتف جنب الباب. ده كده الجزء اللي هو لداخل الواجهة الجانبية. لو مش هاخد بالك تقدر تطلع كده وتبص بصها ده الجزء الجانبي. دي الواجهة الامامية هي عبارة عن تلات قطعة. قطعة صغيرة. قطعة متوسطة والقطعة الكبيرة. كل اللي هعمله هعمل هنا بوكس. البوكس ده مش محتاجه يكون ورق. لكن لو حاليا هو ورق وانت حابب تكمل شغل. ممكن تقول له كده. وانا ماسج البوكس. هروح على مش محتاج السيجمنت اللي بالعرض ده. انا محتاج السيجمنت اللي بالطول. محتاج سيجمنت لحين ما حس ان هي متناسبة مع الباب. فتحة الباب انا متخيل ان هي من هنا لهنا. تمام. فبالتالي هبدأ ازود سيجمنت. بالشكل ده. اعتقد ان لو المسافة دي تكون متناسبة مع دي. لو انا قللت شوية هتحسها عريضة بنفس المقاس تقريبا. بس اللي ارتفاع بقت مربعة. ما عادتش مستطيلة. ما عادتش مبينة لي آآ يعني طول في بالنسبة للارتفاع يعني ان هو ارتفاع طويل. بقت مربعة قوي. فبالتالي انا زودتها شوية. ممكن ازود. فهي بقت بينة طويلة. لكن لو زودت اكتر هتبان ارفع اكتر. يعني فاهم? هتبان طويلة كده اكتر. فبالتالي بالنسبة لي خمسة هيكون مناسب. يعني خمس. قطع واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. خليني ابص برضو عليهم. لو لغيت ويرفريم. محتاج ابرز البوكس ده برة. وهكارن حاليا كده عملي. هل ده مناسب? اعتقد ممكن نزيد ضلع. اوكي لكن لو زودنا اكتر الموضوع يبقى بين ارفع قوي. ده اوكي. هنا المنزر الجمالي اهم شيء لانه في النهاية ده هيكون في اللياسة. فبالتالي يهمني بس. المنزر الجمالي في المقام الاول. طيب ده بالنسبة لي اوكي. بس. طيب انا محتاج اقسم التقسيمة دي نفسها. كذلك في الحائط عندي وراء. منتهى البساطة همسك الحائط. بس محتاج امسك الاج اللي فوق ده والاج اللي تحت. طيب انا مش شايف دلوقتي فممكن ارجع الجزء ده وراء. بعدين ارجع تاني. وبعدين زد. وبعدين اقول له محتاج امسك الجزء الخارجي بتاعي. هاروح من هنا من الاتج. ما نكملش نحاول ما نكملش على ده. هندغط تاني بحيس انه لو اللي انا بعمله حاليا مش كويس هتغط يمين واقول له ده. تمام? تقدر تعمل طبعا رينيم. كليك يمين رينيم. وتسمي كل خطوة بتاعتك بحيس تبقى عارف الخطوة دي كنت بتعمل فيها ايه? هاروح من هنا من الاتج همسك الاتج العلوي اللي هنا. وهمسك الاتج المقابل له تحت. هتلاقيهم بنفس الطول. ازا لو ضغطت كليك يمين وقلت له اقدر اعمل ما بينهم خطوط. هعمل نفس العدد اللي انا عملته وراه. وزي ما انت شايف الخطوط الحمراء بتزيد معي. الخطوط الحمراء او المواصلة الخامسة تطبقت مع البوكس اللي انا عام له وراه. ازا هقول له اوكي. بالشكل ده مش محتاج البوكس. بعد كده هبقى بنسب بعيني القطعة اللي بقية هنا. والقطعة كذلك اللي ممكن تكون هنا. او ممكن تكون هنا. عليا اللي هيكون ظاهر معي الجنب ده. ولو هاخد جانيبي شوية كده من المشهد بتاعي فممكن احتاج اعمل شغل في الوجهة من اليمين من هنا. خلينا نكمل. دي كده الخطوط. ممكن اخد كمان اعمل هنا بالمرة. بالشكل ده. طبعا مش هيكونوا بنفس العدد اكيد. سهبدأ اقلل شوية. لو زودت. دي صغرت قوي عن هنا. لو قللت. الى حد ما متناسبة هقول له اوكي. حابب تعرف. خد بوكس. فعل قول له محتاج ده كام? ده متر اتنين وستين. ده متر خمسة وخمسين. اذا الاتنين قريبين بالعين وانت ماشي مش هتحس بحاجة فرق الخمسة سنتي دول مش هيحسسك بحاجة قوي. القطع دي مش محتاج منها حاجة. هنا محتاج اعمل برضو في الجزء ده. ممكن احتاج اعمل له رندر. اقول له كليك يمين اقول له بالشكل ده. محتاج ازيد شوية. اوكي. الى حد ما تمانية. انا اقدر ارجع في اي وقت بكنترول زد. فبالتالي اقيس ده. متر واحد وسبعين. وده متر اتنين وستين. لأ خلينا ممكن نرجع كنترول زد. انا عملنا تمانية ممكن نخليهم تسعة. امين. اتكوننكت. خمسة لأ. نخليه. تسعة. اقول له اوكي. خلينا نشوف كده لو هم تسعة. المقاس بتاعنا هيكون ايه? مية تاتة وخمسين. ده مناسب جدا. كده ننتهي تخلاص. طيب. محتاج بقى ان اخلي الاجزاء دي تكون لجوه. قدامي حل عشان اخليها لجوه. ممكن بمنطقة البساطة امسك الاججات. وبعدين ابدأ امسك الاججات بتاعتي كلها. انا اول ما رحت على الاج. هو اعمل على اخر قطعة كان اعمل لها بالشكل ده كده. بعدين هبدأ ان انا اكمل بكنترول. امسك كل القطعة دي. مسكت بس القطعة اللي في الوجهة. بالشكل ده كده. كليك يمين. واقول له. في الاكسترود بتاعي بقى. اقول له بي بس زد. في الاكسترود بتاعي. محتاج بس جزء يكون قريب. ممكن اعمل اكسترود من هنا. فبعمل اكسترود للخط. الخط بتاعي بممكن اطلعه برة ادخله جوه. ما فيش مشكلة. بس انا عايز اعمل مسافة الاول ما بين الخط ده يبقى مقسوم خطين. الخطين المسافة ما بينهم اربعة سنتي. ازا يبقى انا محتاج ازود الجزء اللي تحت ده. بس الجزء اللي تحت ده لما بيزيد. لما بكتب اتنين هنا. معناها ان المسافة دي اربعة. المسافة اللي هنا دي هي كده حاليا اربعة. لان هو بيحسب المسافة اتنين سنتي هنا واتنين سنتي هنا. اتنين سنتي واتنين سنتي شمال. خد بالك ان الكلام ده بيتطبق معي في كله. فبالتالي ده مناسب ليه. ابدأ بالبقاء تقول له اكسترود لجوه بالشكل ده كده. تمام. ممكن اخليها سالب. اربعة سنتي. واقول له اوكي. بالشكل ده كده. لو طلعت طب اقدر ارجع كليكي من انهاية اول او ارجع من الايزوليت. لو انا لاغي السلكت من الاي قطعة. اقدر اروح للريت. ابدأ ابص كده على المكان بتاعي كله. ده المكان. طبعا الى حد ما رزولوشن الشاشة ممكن بس هو يبقى مؤثر. ولكن المكان في النهاية شكله كويس. محتاج اعمل اخر قطعة مودلينج هطلع طب. اخر قطعة مودلينج وهي الجزء الخاص بالنباتات اللي هيكون هنا على الوجهة. قبل ما كمل هتغط كنترول اس او هتغط فايل سيف. الجزء اللي هنا مهمل مش هشتغل عليه. بس هشتغل على القطعة اللي هتكون هنا. والقطعة كذلك اللي هتكون هنا. المطلوب مني انها لا تتخطى حد الكورنر اللي هنا. فبالتالي ده هيكون مناسب لي قوي لو انا اخدت مثلا بوكس ابتديت ببوكس او ابتديت بريكتانجل هيكون مناسب لي او ان انا اشتغل القطعة دي كلها وابدأ اصغر وابدأ ااخد الاجزاء اللي انا محتاجها. طيب الانسب الانسب لو انت تقدر تشتغل بالبوكس اشتغل لو تقدر تشتغل بالريكتانجل اشتغل. احنا عرفنا دلوقتي ازاي نعمل بالريكتانجل. ولكن خلينا ناخد لو هنشتغل ببوكس. فانا هقوله بوكس من هنا لهنا. بالشكل ده كده. تمام? انا اعتقد تجاوزت الخطة شوية. يعني بقيت داخل في الحائق. خلينا نعمل تاني. بس من هنا. اللي ياخده من هنا. لين هنا. الهاي بتاعي ممكن اخليه بس عشرين سنتي حاليا. لو احتاجت ان انا اعلي اكتر من كده. هشوف تبع الطريق عندي. ازا كنت انا هاخده تحت ولا فوق. بعد كده مش محتاج كل دي اطلاقا. ممكن ادخل على هقول له لان مش محتاج الطول ده. اخد الجزء ده من هنا. هنا كده على اول القطعة بتاعتي اول الباب. بعد كده محتاج احركه شوية من جنب الباب مش عايزه يبقى في الباب قوي. فممكن اقول له كليك يمين على موف. كليك يمين على موف بيقدر يقول لي من هنا تقدر تتحكم انت عايزه فوق قد ايه وتحت قد ايه. لو انت اخترت من هنا فانت بتحرك المكان بالزبط. لو انت اخترت من هنا فانت بتكتب الرقم اللي انت عايز تحركه. فلو انا عايز احرك مثلا خمسة وعشرين او تسعة وعشرين. فانا كده بكتب الرقم هنا بس. خلينا ناخد عاملي. لو انا كتبت هنا انا عايز ابعاده عن الباب تلاتين سنتي. فهو كده نزل تحت من الباب تلاتين سنتي. برضو هنا خليني ابعد عن الكورنر ده بتلاتين سنتي. بس المرة دي هيخليها بالموجب. لاني بعكس المكان. ولو تلاتين سنتي. بالشكل ده كده. تمام? اوكي. بعد كده هاخد بوليجون وهمسك البوليجون اللي في النص. هضغط كليك يمين واقول له حاجة اسمها بيفل. بيفل هي مجرد بيعمل بس دخول للقطعة الفيس الاساسي اللي فوق ده. هو بس بياخد زي اوتلاين كده داخلي للفيس نفسه. تمام? فلو انا عملت من هنا كده هتلاقيه بيدخل لجوه لو انت عملت كده هتلاقيه بيطلع برة. انا محتاجه يدخل لجوه كده. يميت مثلا الطوبة. واللي يكون الطوبة هنعملها على عشرة سنتي. فهقول له سالب عشرة سنتي. طيب ايه الجزء اللي فوق ده? الجزء اللي فوق ده بيرفع لك الامانت بتاعك لفوق او لتحت. بتاع الفيس ده نفسه. مش محتاج اتحكم فيها من هنا. هقول له اوكي لانه طبعا لما برفع لفوق هو بياخد معي الفيس الجانبي ده. لو انت عاجبك الشكل بالشكل ده كده ما فيش مشكلة. حتى كذلك لو انا بنزل لتحت والحوض اكيد هيبقى نازل لتحت. فبرضو الحواف في الجوانب بتاعتي الطوبة اللي بتبقى الجانبية بتنزل معي تحت. مش محتاج الكلام ده طبعا فهقول له اوكي. كريكي من تاني وهقول له اكسترود. الاكسترود بتاعي ايما بيطلع لفوق بالموجب او بينزل بالسالب لتحت. فانا هنزل لتحت. ممكن انزل سالب خمسة سنتي. واقول له اوكي. لازم اضغط صح هنا. هقفل دي خلاص. بقى معي القطعة الاساسية. ممكن ااخد من القطعة دي كده. اخدها بالألمنت. اخد كنترول شفت. واسحب لفوق. اسحب لفوق كده بحيس اعمل القطعة الجانبية التانية اللي هنا. احطها هنا في الاول. وبعد كده هاخد برضو من الجزء التاني. هحطها هنا. بالشكل ده كده. لو مسكت الفورتكس دي كلها. لو خدتها لتحت كده هقول له سالب تلاتين سنتي. ولو اخدت برضو الفورتكس اللي هنا هقول له يبقى العكس تلاتين سنتي. بالشكل ده كده. يبقى انا اسبت مكان للفتحة هنا. واسبت مكان للفتحة هنا. لو قلت له طوب زد. بعد كده رحت للرايت. قلت له الت كنترول اكس. ده هيكون شكل المشهد بتاعي. محتاج بس اغير اللون الخارجي للحب بتاع الزرع. ممكن اخده بلون بالشكل ده كده. مؤقتا. لو فاكر ففي هنا عندي فتحات. الفتحات دي محتاج اعرف هي فتحات ايه? وابدأ اقفلها. بحيث لما اخد لقطة جانبية. وليكن مسلا. لو حبي تاخد لقطة للمبنى بتاعي بالشكل ده كده. تكون فعلا الشبابيك دي متقفلة. الوجهة الجانبية مش محتاج فيها اي شغل خالص. العميل مش هيعمل فيها اي شغل. مفيش اي وجهة جانبية مش هتعمل فيها شغل. اكتر ما هعمله دلوقتي ان هاخد الفتحات هاخد الشباك من هنا. هحطه في الفتحات دي. فتحة الابواب هسيبها لما اعمل الموديل بتاع الباب. منساش تاني اعمل كنترول اس او سيف. نبتدي سريعا بالدور الارضي. ناخد بس الشبابيك معي مع الدور الارضي. هاخد ايزوليت هقول له طوب زد. محتاج اقول له اوبن للموديل بتاعة الشبابيك. هقول له اوبن من هنا. تاني اعمل على الشباك اللي تحت. اعمل هنا. مش اكل ده كده. هقول له قبيل لان الفتحات هنا حجمها مختلف عندي فيه هنا شباك وده شباك وده باب. لو مش واضح بالنسبالك بترجع بس للارضي هتلاقي ان ده شباك وده شباك وده بقى فتحة باب. نرجع سريعا. محتاج اقول له من هنا وارفريم. بعد كده هبتجي اخد الموديل بتاعي. واحطه في المكان الخاص بيه. بالشكل ده كده. حابب. هنا انا بقفل مش محتاج اا يعني ازبط تاني فممكن بس ازبط الموديل. مش اكتر بالشكل ده. هاخد نسخة هنا كمان. يعني بما ان برضو الفتحتين ممكن يكونوا نفس المقاس فممكن اخدهم شفت موف انستانس. يكونوا دول انستانس من بعض. بالشكل ده يعني لو نزلت تحت هنا. بحيس ازبط ارتفاعاتهم. يكونوا انستانس من بعض اعتقد ان هم مزبوطين. ممكن بس نزبط بتاعهم بالشكل ده كده شوية. خلص بالنسبالي كده الفتحتين دول تمام. بس في هنا فتحة الباب. نبقى نعمله مع الباب. هرجع تاني من محتاج اعمل فيه هنا فتحتين اللي هما نفس مكان الفتحتين. بعد كده فيه هنا فتحة آآ هنزبط مكانها. والفتحة دي مش موجودة اصلا. مفيش هنا باب فوق في الدور الاول. فبالتالي هاخد بس الدور الاول مع وهقول له ازوليت. لو رجعنا كده للدور الاول هتلاقي ان فيه نفس الشباكين موجودين. بس في النص فيه شباك للطايلت. فلو هنرجع تاني للدور الارضي هنلاقي ان فتحة الشباك دي شايفيه الخطين دول نفسها هنا هي نفس المكان بالزبط بس لغينا فتحة الباب. بالنسبة لفتحة الشباك بتاع الطايلت. فانت هتعدي من بعد بداية اول الحقط من هنا متر وستين. اتنين متر احداشر. تلاتة اتنين متر. وتلاتة. هو بقى مع بدايتها من هنا كده ممكن نحطها في سنتر الجزء ده كده. يعني بعدها حاجات بسيطة كده كده انا مش محتاج برضو الوجهة دي. الشباك اللي على الشمال هنا اعتقد انه تحرك شوية. بس المسافة دي. برضو مفيش فيها مشكلة نقدر نحركه. نقدر نحركه المسافة دي. المسافة بسيطة قوي يعني. فبالتالي. هنرجع هنا. محتاج اقول له open. مش محتاج خالص الفتحة دي. هقول له من هنا محتاج امسك ده وقول له delete. كذلك من هنا اللي هو الجزء العلوي. هروح للادت بولي من وهمسك وقال له مش محتاج الجزء ده خالص. فتحة الشباك ده زي ما هي في مكانها. الشباك واضح ان انا فتحت جروب الشباك. اخد بس منه shift move. مفيش فيها مشكلة انا مش هعدل برضو في الفتحات. تمام? هنزبط بس الارتفاع بتاعها. بعد كده ممكن اخدها shift move. هنا instance برضو. دي ما كانها هنا مش هيتغير. هقول له بس هنا دلوقتي wireframe. الفتحة اللي هنا دي محتاج. ألغيها خالص لها فتحة الباب. فكل اللي هعمله هاخد بس اخدهم هنا. بالشكل ده كده. وبعد كده همسك وهمسك ده اللي هي القطع المربع اللي هنا دي. وهمسح. بالنسبة للشباك ده ممكن اخده الشمال شوية. بالشكل ده كده. مش قوي طبعا. شوية كده يكفي. انا كده كده مش هعمله يعني هو مختلف شوية عن اللي تحت. بالشكل ده كده. وان كان اعتقد انه في التنفيذ هيسيبه في ما كانوا. يعني هيبقى نفس اللي تحت بالزبط. اقول له طب. محتاج ازبط الاجزاء العلوية والاجزاء السفلية. هروح من هنا همسك الجزء العلوي. رحت من الموضيفاي. همسك الفيرتكس. همسك كل الفيرتكس دول. اخدهم هنا. كذلك الجزء التاني. هو ده. همسك الفيرتكس كلها. وابدأ اتحرك هنا جدا شوية. انا بس عدلته عشان تبقى عارف ان الموضوع هيبقى بسيط انت تقدر تعدل اي جزء. بعد كده محتاج هنا افتح فتحة الطويلت. نرجع كده للأوتوكاد الخاص بالدور الاول ونشوف ايه اسهل طريقة نجيب بيها المكان بسرعة. هروح للدور الاول. اعتقد انه من هنا اسهل متر وستين. اين متر ووحداشر سنتي. اين متر وتلاتة سنتي. بعدها على طول هعمل فتحة وحط فيها الشباك. خد بالك ان المقاس ده هنا اللي هو المقاس ده. مقاس الفراغ نفسه. متر تلاتة واربعين. انا في نص المتر تلاتة واربعين هحط شباك. ازا مجموعة الاجزاء دي هيكون خمسة متر اربعة وسبعين. فانا هرجع تاني للمكس. هعمل بوكس هنا بالشكل ده كده. محتاج ده خمسة متر اربعة وسبعين. هقول له خمسة سبعة اربعة. انتر. محتاجة اخد الجزء ده هنا. بس محتاجة احركه بالشكل ده كده. المفروض ان فاتحة الشباك في هنا في الجزء ده. تمام? هرجع تاني. عرض الفراغ بتاع التويلت متر تلاتة واربعين. هرجع تاني للمكس. هنعمل بوكس تاني. عرضه. مية تلاتة واربعين. بالشكل ده كده. في سنتر الفراغ ده. اللي هو لما نيجي نزود سيجمنت. بالشكل ده كده. في هنا فتحة شباك. علشان علشان ما عادش فتحة الشباك تاني. ممكن ناجي من هنا. اخد بلوك الفتحة اللي هنا بالزبط. قلو شفت موف. ما نستنسى مفيش مشكلة لان هعمل نفس الفتحة بالزبط. هقول له روتيت. لغيت الاسناب بس عشان اقدر اعمل الاسناب. مش الانجل اسناب. فعلينا هبدأ ارجع لورة شوية بالشكل ده كده. اوكي. مش محتاج حاليا دول خالص في اي حاجة. محتاج بس اخد الدور الاول مع فتحة الشباك اللي انا عملتها دي. هعمل سلكة الفتحة الشباك. بعد كده هرجع همسك الجزء ده. واقول له ايزوليت. بحيث يكون مفيش معايا غير بس الشباك والحوائط. حاليا دلوقتي ويرفريم. محتاج ازبط هنا الفتحة دي. من هنا هروح. وهبدأ. اقول له. ريفاين. ريفاين محتاج اعمل هنا وهنا وكزلك هنا. وهنا. مش مهم يكون قصد بعض لان في النهاية انا امسك كل وهبدأ ازبطها قصد الناحية التانية بالشكل تاكده. بعد كده محتاج امسك. ال two segment دول. واحد هنا segment وبمسك الاتنين segment دول وبنزل من هنا. اقول له دي قتاش. بالشكل ده. اقول له اوكي. اقول له كليك يمين برضو قبل ما سيب الحائط بتاعي. اقول له كليك يمين اقول له connect وهبدأ اconnect ده. واconnect ده. كزلك الجزئين اللي انا عملت لهم دي قتاش من هنا. اروح للvertex واقول له connect. ابدأ اعمل كده. طيب. انا قبل ما اعمل دي قتاش ما زبطتش اماكن الvertex بالزبط. بمعنى ايه? لان كان المفروض اخد الجزء ده هنا. واخد الجزء ده هنا. وبعد كده اعمل دي قتاش. تمام? طيب هرجع تاني للحائط. هبدأ ازبط الحائط تاني. وكزلك الجنب التاني. خلاص اوكي. بس محتاج اعمل بالجزء اللي هنا ده. لو نزلت بالشكل ده كده هبقى شايف فتحة اقدر اعمل لها دلوقتي للجزء السفلي اللي تحت. بالشكل ده كده. بعد كده هاخد منه نسخة. shift move. مش وبعد كده هحطها على الاول الدور. بس هعمل سالب عشرين سمتي بالشكل ده كده. تمام? لو فاكر كنت انا عامل الحائط كلها جروب. فانا لو جيت اقفل دلوقتي الجروب. جمان الشبابيك كنت اعملها جروب. لو انا قفلت الجروب. خلينا كده نرجع من الاسوليت. هتلاقي الاجزاء اللي انا عملت لها دي اتاش هي بره الجروب. بص الجزء ده. هما بره الجروب. اقدر ان انا همسكهم بالشكل ده كده بcontrol وبعمل سلكت عليهم وبروح من جروب. بقول له اتاش. ضيف لي الاجزاء دي جوه الجروب ده. لو فاكر كنا بنعمل دي اتاش كنا بنعمل دي اتاش لما كنا بنشيل جزء من element او من block معين بعمله دي اتاش. عكسها اتاش. دي اتاش واتاش هم موجودين كمان في الجروب زي ما هم موجودين في الاجزاء بولي. او او الاجزاء بوليس بلاين هم موجودين هنا. دي اتاش بقدر اخارج حاجة من جروب. واتاش بقدر اضيف حاجة للجروب. المهم ان الجروب يكون مقفول. يعني ما اقدرش اضيف حاجة الجروب مفتوح. بكده الجزء الجانبي اللي هنا. لو هنقدر ناخد كاميرا من هنا. فهو خلاص متأثر. ده بالنسبة لنا كده كويس. لو خلصنا الحد هنا. فاحنا كده خلصنا المودلينج الخاص بالمبنى. فاضل بس جزء واحد وهو الجزء الخاص بالباب. الابواب بتاعتي مطلوب من هنا باب معين هو اللي هيتعمل. سواء ان كان خارجي من هنا. او الباب الخاص بالفيلين. اشتركوا في القناة